ببقى سعيدة جدا لأي خبر لأي فتاة مصرية أو سيدة مصرية بتحقق نجاح أنا عندي ثقة كبيرة جدا الحقيقة ببنات مصر ثقة حقيقية لأنه عندهم نوع من أنواع الإرادة والتحدي وعايزين يعملوا حقيقي حاجة كويسة اسم زي سارة صبري سارة صبري فتاة مصرية تحولت كده بين يوم وليلة إلى السوبر هيرو مصرية وده بعد ما انتشرت قصتها إيه قصت بقى؟ سارة قصة سارة انتشرت بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي سنة 2016 بدأت سارة الحقيقة حياتها العملية في إيه بدأت في اليوجا؟ مدربة كروسفايت وعملت أيضا مرسة فنون القتال المختلفة لبعض الوقت سارة درست الهندسة الميكانيكية والهندسة الطبية الحيوية في إيطاليا وبعد كده التحقت الحقيقة بدورة في هندسة الطيران في معهد ماسو تشو سيست بالتكنولوجيا الحقيقة سارة كمان يعني رائدة فضاء تناظري وده معناه ان هما بيتلقوا تدريبات حقيقية بالفعل يعني كأنهم فعلا رواد فضاء بالمحاكاة حكاية سارة الحقيقة يعني متنوعة فيها تحدي كتير فيها ظروف مشابهة كمان كنوع من ان هي طول الوقت كأنها بالضبط بتنفذ الاختبار أو النموذج المبدئي لمهمة فضاء حقيقية حكاية سارة إيه التفاصيل دي كلها كأول رائدة فضاء مصرية خليني أعرف من سارة نفسها وأحييها عبر الزوم سارة صبري أول رائدة فضاء مصرية معنا مساء الخير يا سارة مساء النور شكرا قوي لكي شكرا قوي لدينا بسوطة قوي ما كنا يعني أنا ببقى بسوطة جدا لما لاقي فتاة مصرية وأمر كده كمان يعني إيه الجمال اللي احنا في ده قوليني بقى يا سارة أنت من اليوغا لكروس فايت للهندسة للطيران يعني احكي لي الحكاية كده سريعا أنا كشخصة يعني أنا شخص واحدة بحب أجرب حيات كتير ومش بخايف أن أنا أدخل في الموضوع وبدوس في جامد قوي فبتديت أن أنا لما كنت بتتمران مثلا اليوغا دخلت فيها وبعد كده اتمرانت كتير قوي فبتديت أدرسها ونفس الحاجة في الكروس فت تديته وبعد كده تديت أدرسه برضو لحيث أنه أحب كمان أنا أدرس حاجة أن أنا أساعد الناس تتعلم على حاجة أنا تعرف أعملها مثلا وبعدين لما بعد دراساتي يعني بعد الهندسة الميكانيكية عملتها في مصر والهندسة الطبية عملتها في إيطاليا وبتديت أن أنا أدخل شيء أكتر في الموضوع الفضاء وحبيته قوي قوي وقيت أن أنا قررت أن أحط حياتي كلها للموضوع ده طب يعني هل هل لأنك أنت اقتربت من الطيران وهندسة الميكانيكا ده اللي دخلك إلى يعني أخذك لي مجال الفضاء أكتر؟ هو ده اللي شجعك أكتر؟ هو أنا بتديت لما الموضوع عبتد أن أنا كنت بس يعني نفسي أفهم أكتر هو الأرض عدا أزاي والفيزيكس يعني مارسلا الأستروفيزيكس كان أشغالت أزاي كان نفسي بس أتعلم أكتر وأفهم أكتر وبعد كده الدنيا تطورت أن أنا قررت أنا ممكن أستخدم يعني أستخدم الحداثة اللي أنا اشتغلتها للإستخدام أنها تكون الفضاء فأنا أحس أنه موضوع كان البروجيشن كان ناشر القوي وبدأت أدخل فيها والحمد لله الدنيا مش ركيسة أكيد طب أنا عايزة أقولك حاجة وأنتي بتكلميني عبر الزوم بس أنا شايفة وراكي صورة دي صورة رائد فضاء ولا دي صورة ليك أنت عشان الكاميرا مش معضحة قوي طبعا يعني لا لا دا مش أنا دي رائد فضاء أنا ليس ما روحتش الفضاء أنا ليس بطميران بس على الأرض دلوقتي عايشاها يعني عايشا الأجواء كلها طب أقدر أقول كده يا سارة يعني برضو اشرح لنا أنت بتعملي كرائدة فضاء تنظرية يعني وكأنها حقيقة يعني نموذج محكاية يعني أنت بتطبقي وكأنك فعلا في الفضاء دا بيحصل إزاي وإيه الأجواء وتتدربي فين هنا فيه هنا في عندنا يعني عندنا محطات كده بحث بتاعت نظرية موجودة في كذا حتة في العالم عندنا في واحدة في بولندا دي اللي عملتنا فيها وفي واحدة مثلا في هواي في واحدة في أيسلند فأنا عملت بتاعتي في بولندا وإن شاء الله عامل واحدة تانية ككماندر يعني كليدر يعني بتاع الكو الموضوع يعني نحنا بنبقى عاديين كأننا عايشين على الأمر فكل حاجة بتبقى كأننا على الأمر يعني ما عندناش كلها بالأكلة بالاستعداد باللبس بكل شيء آه بالزبط يعني ما عندناش مثلا شباك مثلا ما فيش أي حاجة ما يرفق ما فيش قهوة بناكل أكل بالزبط الرواد الفضاء بيأكلوه آه قليل الحبوب دي أو الحاجات اللي بياخدوها الحاجات البسيطة دي الصور اللي موجودة دي آه لأكل نشوف الصور اللي على الشاشة دي برضو خليني كده أعرف الصور دي الصور دي إيه؟ أنا مش شايفة أنت مش شايفة الصور هي صورك وموجودة في أماكن أعتقد في أماكن اللي بتتدربي فيها أو موجودة الصور اللي أنت بعتتيها لنا اللي فيها أنت بتتدربي في أماكن مختلفة وواضح زي ما أنت قلتي آه ما هي في صور دي أنا كنت الماديك الأوفيسر يعني كنت الطبيبة بتاعت الكرو فكنت بخلي بالي منهم ففي مصور بتوري أن أنا كنت مثلا بقيس بقيس الحرارة وبقيس الضغط بتاع كل حد من الكرو وبنكتب كل حاجة وقدقي كل حد شرب مية مثلا وأكل وكل حاجة فإحنا بنعمل اختبارات على اللي بيحصل للإنسان لما بيكون مزنوق في حتة صغيرة مع ناس ما يعرفهاش مثلا فإحنا هي اختبار كده على السيكولوجي بتاعت الرأي الفضاء عشان نحنا نجهز نفسنا إن شاء الله لما نيجي نروح على الأمر وعلى المريخ نبقى عنا نعرف إزاي نعيش إزاي نعيش مع بعض إزاي نقدب تعالى أنه نحن بعيد قوي عن الأرض يعني إحنا بنبعد عن الأرض وكل حد الإطار فيه على الأرض فالموضوع بيكون سيكولوجيك لي كده يعني صعب يعني بتخشي فيه كمان بالبعد النفسي يعني أنت بتعيشي كمان بالبعد النفسي وكأنك انفصلت على الأرض طب قولي لي كده يا سارة يعني طموحك إيه أحلامك إيه يعني عايزة فعلا تطلعي وتبقي موجودة بقى وتبقي أول رائدة فضاء مصرية حقيقية في الفضاء آه إن شاء الله نفسي آه ده الحلم مين بيشجعك يا سارة يعني كلميني شوية عن أهلك مين بيشجعك مين بيدعمك أنت عايشة في برلين فكلميني شوية عن وضعك يعني آه أنا عايشة في برلين وأهلي عايشين في مصر وأنا جت أنا لما درست بعدما درست في إيطاليا جت اشتغلت في برلين وإن شاء الله هبتدي الدكتورة بتاعتي في أمريكا من شهر تمانية فالدكتورة بتاعتي هتكون على الهندسة الطيران وبخصوص البحث فيها هيكون على بدرة رؤاد الفضاء أنا عايزة أن أنا أبتدي أشتغل على بدرة رؤاد الفضاء لما يروحوا على الأمر أو المريخ عشان دلوقتي البدل إحنا عندنا دلوقتي ما فيهاش إمكانيات كفاية أن نحنا نكون عايشين ونعرف نترك ونحنا نعرف نبجد نعمل الحاجات اللي إحنا مراحين نعملها على الأمر عشان دلوقتي رسريكتد قوي عشان بدلة الفضاء هي زي سميس كرافت صغيرة هي بالنسباله هي like the room الأوضة اللي بيعيش فيها هي البدلة نفسها يعني يعني عارفة بتفكرييني بالأفلام اللي كانت يعني الأفلام شفنا أفلام كتير جداً على رواد الفضاء والبدلة والحياة والخوزة اللي بيلبسها وكل الحاجات دي أهلك بقى لما عارفوا أن أنت من الهندسة كمهندسة بتتجه شوية شوية إلى الفضاء يعني في تشجيع ولا في بقى المصريين يا بنتي ما أنت حلوة كده وباش مهندسة وخليكي جنبينة على الأرض ولا في تشجيع هو في من الاتنين استعرفة لأهل المصريين يعني عايزين ولادهم جنبيهم يعني أكيد هو الاتنين الصراحة مثلاً أهلي مبسوطين قوي أن أنا بجد أحاول أساعد برضو الإمكانية في مصر وكده فهما مبسوطين قوي مني طبعاً وكده بس برضو طبعاً ببايا كل شيء يقولي النفسي تيجي تعادي معنا في مصر تيجي تعادي على الأرض كده يعني فده إيه بس فهما جواهم نفسهم طبعاً في كده زي فايت كده ما بينهم وبين نفسهم شيء طبيعاً يعني طب قوليلي تشجيع السوشيال ميديا وقصتك المنتشرة وعملة رد فعل كبير جداً قدتك مزيد كده من يعني الدفع الإنسانية؟ هو التشجيع كان حلو يعني كان الحمد لله بجد كان كويس قوي هنا في الأول كنت يعني مخدودة شوية من الموضوع صراحة يعني بعد بس بعدين تاريت يعني اللي هو أقول إيه ده طب أنا بجد هو الموضوع يعني بسط قوي الناس بجد تبتدي تبقى يعني يعني بقى في اكس بوجر أكتر على الفضاء في مصر وعلى مثل وفي سيدة هي اللي بتعمل ده طب هل أنت عندك أي تتبع لرواة فضاء لقصص عندك التواصل مع حد أو أنا بشتغل مع يعني أنا عندي شركة بتاعتي ديب سبيس انشتف واللي شغالة معي هي كانت شغالة مع ناسا أسترنت يعني في ناسا لمدة طويلة قوي وبنتكلم مع مع رواة فضاء هناك وكده أنا مش بشتغل معاهم ديراكت يعني بس بكلم معاهم كده في المفين وأعرف عنهم يعني فآه يعني شوية شوية بس مش يعني بنحاول برضو نحنا نخلي اللي هو كلام ولهو كمان نبتدي شوية نقطر في إنه الماثنين بتاعه يبتدوا يسمعوا عن الموضوع فإحنا بنحاول برضو من خلال الشركة تعطيب سبيس انشتف إنه نحنا نزود بودكاست نخلي إنه موضوع إنه يكون أكساسي بالأكتر أيوة والناس تسمع عنه وتتفعل معي وده شيء مهم جدا يعني أنا الحقيقة سارة بشكرك جدا سعيدة بيكي قوي وإن شاء الله لما تكوني الأول زيارة ليكي في مصر أنت والبدلة بتاعت الفضاء والأبحاث والصور نقعد كده ونتكلم فيها وحبقى سعيدة جدا إنه ناخد مزيد كده والناس تسمع منك القصة كلها بشكرك وبتمنى لك التوفيق وإن شاء الله تقدر يتحقق كل اللي بتحلمي يعني بإذن الله شكرا قوي قوي ربنا خليكي شكرا قوي قوي فرحتوني قوي شكرا أوكي نورتينا سارة سابري أول رائدة فضاء مصرية والحقيقة أنا ببقى سعيدة جدا لما زي ما قلت لكم لما كل شوية بقى عندنا نمازك حلوة والله عندنا نمازك حلوة وناس بتحاول الحقيقة في ظل كل شوف إحنا العالم كله اللي فيه أزمات واللي فيه مشاكل واللي فيه ولكن حتلاقي فيه ناس ما بتبصش غير على مشوارها وإنها عايزة تحقق نفسها يعني بدل من ناس تبقى مسغولة بالأخبار السلبية لا فيه ناس عايشة عشان تحقق ذاتها ولما كل واحد يحقق مشوار نجاحه الدول تتقدم لكن لما الناس تفضل بس تعد ترغي وتعيش في الطاقة السلبية محدش هيحقق حاجة